بيبدأ الفيلم مع الراجل الكبارة ده واللي اسمه بيرسي جونز واللي شغال شغلانة محترمة في بنكة محترم بس بيكون قاعد في المكتب بتاعه بيقرأ قصيدة هو اللي مقلفها زي القصايد اللي بنقلفها وإحنا في الحمام كده وعمال يقول يا حبيبي الشوق دوبني هو أنت ليه بس تتعيبني وأثناء ما هو بيتكلم بيكون المساعد بتاعه ريجي بيتصنط عليه وبيفتح البيب مرة واحدة وبيقوله هو حضرتك معك حد في المكتب ولا إيه فبيقوله بيرسي لأ طبعا هيكون معايا مين فبيقوله ريجي لأ بس هنا تخيلت حاجة كده وبيسأله وكان بيقول القصيدة دي المين فبيعرفه بيرسي أن حفل عيد جواز وقرب ومراته مارلين مصممة أنه يبعث لها جواب حب علشان يجدد حبهم مع بعض وهو طبعا متضايق من العبس ده فبيقوله ريجي معلش بقى يا ريس أنت عارف الستات اعمل لها اللي هي عايزة وخلاص مش هتخسر حاجة يعني وبيسأله لو كانت بنته تريسا هتحضر الحفلة دي ولا لأ فبيقوله بيرسي أنها هتحضر ومعها حبيبها وبيفضل يعيش الدور عليه بقى ويقوله أنت عارف بنتي دي مش هتقبل بأي حد علشان كده الودة سمصرف البورصة والتقارير البنكية بتاعته كلها ممتازة ده غير أنه أخلاق ورياضي وقوي وحاجة كده فخر من الآخر وبيفضل يتفشخر ببنته اللي بتعرف تختار رجلة فرزة أول ومن الناحية التانية بقى بنشوف سامن اللي بيرسي كان عملي يتفشخر به وبشغله وتفوقه وهو بيتخانق مع المدير بتاعه وبيترفد من شغله عادي جدا زي أي موظف مرفوض مطحون ولما بينزل الشارع بيتصل على واحدة كانت عرض عليه وظيفة قبل كده من ست شهور وهو قال لها لأ وبيقول لها يا ستي اعتبريني عيل وغلط يعني أنا عايز الشغلان دي بأسرع وقت ممكن بعدها بيخلص وبيروح على البيت وبيقابل تريسة واللي بتكون بتجهز الشنط علشان يسافروا هم الاثنين ويروحوا على بيت أهلها وبتفضل تقوله إنها لسه قفلة مع باباها وبتقوله مش هتصدق بابا كان متحمس إزاي لما عرف إنك شغلت بصرف البورصة لأ ده أنا بدأت غير بقى ده أنا حستت إنه بيحبك أكتر مني ومتحمس إنه يقابلك ويسامن بين وبين نفسه بيقول هاري السويح ده أنا لسه مرفوض طازة بس بيفضل يقول لها طبعا يا حبيبتي طبعا أمال أنا كمان متحمسة قابل الحج والحجة ومن الناحية التانية بيكون الحج بيرسي والحجة مارلين بيجهزوا للحفلة بتاعتهم أو مارلين بتسأله تلبس الفستان ده ولا ده فبيقول لها ده فبتقوله شكرا أنا كده تأكد إن التاني هو الأحلى أو فعلا بتاخد التاني مش اللي هو اختاره أو بعد شوية بيطلعوا لبيت هم الاثنين أو مارلين بتفضل تقول لبيرسي أنا عايزك تفضل كويس لحد ما نشوف سيمن علشان بنتك ما تزعلش وعايزك تتعامل معا كويس علشان البنت نفسيتها ما تتأثرش فبيقول لها إنه متحمس يقابله أصلا لأنه واثق إن بنته مختارة شخص صح أو في نفس الوقت ده من الناحية التانية بتكون تريسة وسيمن ركبين العربية أو سيمن بيقول لها أنا مش عايز أفصلك من الحماسة اللي انت فيها دي بس معلش عندي سؤال بس هو أنت قلت لأهلك إن أنا بيض فبيتوقف العربية وبتقول لستهواء لأ ده أنت تستنى بقى من شوف الرجل العنصري اللي أنا مرتبطة به ده أنت مفيش عندك أخلاق خالص أنا أكيد أهلي عبرهم ما هيفكروا بالطريقة دي فبيقول لها طيب الحمد لله طمينتيني أنا بحسبهم راجعيين ولا حاجة أو بعد شوية بيوصلوا على البيت وأهل تريسة بيكونوا في استقبالهم وهم مبسوطين ومتحمسين أو بيرسي بيجري على السهواء وبيقول يا سيمن أخيراً شفتك أنا قلت برضو بنتي هتنقي واحد برازيلي واصمر هيرقصها صامبة وبيبصر سيمن وبيقوله أنت يا ابني مالك وقف كده ليه بالشنط ما تدخلها جوة بدل ما أنت ما بتعملش حاجة كده فبيقوله سيمن بس حضرتك فبيقوله حضرتك إيه بس وبتاع إيه مش شايفني وقف مع عريس بنتي وعلى واحدة صامرة كلنا مع بعض إيه التطفل ده فبتقوله تريسة مش عارفة جيبها لك إزاي يا بابا بس ده يبقى سيمن واللي انت بتكلمه ده يبقى السهواء فبيقول لها إيه سيمن أبيض أنا قلت برضو اسمي سيمن ده مش هيبقى على راجل أصمر أبداً وطبعاً بيتدهي إن بنته على آخر الزمن جبت لهم واحد أبيض علشان ترتبط بيه وبيفضل يتكلم مع مارلين ويقول لها أنا مش فاهم إيه اللي بنت تجبته معيها ده فبتقوله مارلين يحاول يتحكم في نفسه شوية وما يبينش إنه مدهي قدام تريسة علشان ما تزعلش وفعلاً بيدخله جوه وبيقوله وانت بقى يا سيمن يا حبيبي عامل إيه احكي لنا عن نفسك شوية فبتقوله تريسة سيمن يا بابا يعتور أهم واحد في الشغل عنده وبيعتمدوا عليه في كل حاجة ولما بيسألوا عن بابا ومامته بيقولهم إن بابا هتخلى عنه لما كان عنده سنتين ومامته شغلة أكتر من شغلانة لأنها ست مجتهدة وهي اللي صرفت عليه وكباريته فبيسألوا بيرسي لو كان بيلعب رياضة فبيقوله سيمن أكيد طبعاً أنا رقم واحد على صحابي كلهم في البيبي فود فبتوصله تريسة وبتقوله بيهزر يا بابا طبعاً فبيقوله سيمن آه طبعاً بهزر أنا بلعب سباق عربيات واخد جواز فيها كمان وبيفضل يقوله طب ده أنا مرة مشيت بالعربية على الحيطة وجننت كل اللي وقفين ومحدش كان مسدق وبعد ما بيخلصوا كلام بيطلع هوا ويترسع القوضة عندها فوق وبيبدل يهزر معاها وياخد منها الهيدون بتاعتها ويقول لها لأ هل بسحنة وهي تقوله اعقل يا مكنون بابا هيدخل علينا لحد ما بيدخل عليهم باباها فعلاً ومش بيصدق نفسه وبيسيبهم وبيخرج وهي بتطلع وراءه وبتعرف انهم بيهزروا مع بعض ومفيش حاجة يعني فبيقول لها باباها لأ خلاص انتو منكوش أمان الوات ده مش هيبات فيها وبيقوله ييجي معايا علشان عنده مشوار فبيقوله مشوار ايه عمه فبيقوله تعالى بس وانا هفهمك وقبل ما يمشوا بتيجي كيشة أخت تريسا وبتقولهم هوافين هوافين اللي تريسا مرتبطة بيه ايه ده؟ ضبيض انت جابا مش مستوي ليه يا تريسا فبيقولهم باباهم انا هحل الموضوع ده دلوقتي وبياخدوا وبيمشي وفي الطريق بيقوله سيمون ما تشغلنا اغنية مخصمك يا عمه فبيقوله بس يا دي انت انشف شوي ما انت لو كنت اصمر زينا كنت عرفت ان دي اغني فرفير وبيدخلوا هما الاتنين على الفندق وبيقول بيرسي لموظفة الاستقبال انه عايز يحجز اوضة للأستاذ الحبيب ده فبتقوله السوري ولاي فاندم احنا ويك اند بقى عبال عندك والمكان كله كومبليت ومفيش مكان فاضي خالص بعدها بيمشوا هما الاتنين وبيروحوا على مطعم وبيعودوا كلهم هناك وبتكون مارلين ويكيشا وتريسا قاعدين معاهم وبييجي تليفول سيمون من البنت اللي كان كلمها قبل كده على الشغل فبيقوم علشان يرد عليها الوحده لكن بيرسي بيقوله ايه مكسوف ترد قدامنا ولا ايه فبتقوله تريسا لأ مكسوف ايه يا بابا هيرد طبعا وبتخليه يرد ولما بيرد على المكالمة بتكون البنت بتقوله معلش بس انا حبي تبلغك انك متقابلتش معانا وما فيش ليك مكان في الشغل خاليس بقى فبيقول لها طيب عظيم عظيم انا كمان هشوف كده وارد عليكو خلال اسبوع او طبعا بيكونش عايز يبين قدام تريسا وعائلتها هو بيتكلم في ايه او تريسا بتقوله اكد المدير بتاعك متصل بيك علشان يكرمك فبيقول لها اه طبعا نمال اه وبيعودوا كلهم يخلصوا الاكل بتاعهم وبيروحوا على البيت وهناك بيشوف سيمون خوزة متعلقة على المكتبة ومعيه هصور لبيرسي وهو بيلعب سبق سيارات فبيقول لنفسه هارس وح يعني يوم مغزيت واجدب واختار لعبة اختار لعبة هو اصلا واخد فيها شهادات مأكيد كده هيعرف اني بحور عليه واسناء ما هو بيفكر كده بيجي بيرسي وبيقوله يلا حبيبي جي وقت النوم وبيعرفه انه هينام في القبو وفعلا بينزل معاه وبيتفاجئ انه مجهز له كل حاجة وحطيت له السرير علشان ينام عليه فبيقول له سيمن ده كرم اخلاق منك والله يا عم بيرسي ايه ده انت بتعمل ايه فبيقول له بيرسي هنام جنبك هو انت فاكر انها سيبك علشان تقوم تتسحب انت واتريسا بالليل من غير ما حد ياخد باله منك وتوري لها الساعة اللي بتنور فالضلمة وبينام جنبه غصبة عنه وتاني يوم الصبح بيقوم بيرسي وبيروح على الشغل وهناك بيقابل ريجي المساعد بتاعه وريجي بيكون متحمس جدا علشان يسأله على الشاب اللي تريسا بنته مرتبطة بيه وبيدخل عليه المكتب بسرعة وبيشوف ان بيرسي بيعمل مساج لنفسه بجهاز معاه فبيسأله مال ظهرك فبيقول له لأ مفيش هتلاقي بس هوا المروحة امسك كده الجهاز ده وكمل انت هي ريجي يا ابني فبيكمل ريجي وبيسأله عن حبيب تريسا فبيقول له بيرسي اه نسيت اقول لك صحيح هو اسمه جمال وشاب كده قصمراني عيونه صمرة واتجدع وطول بعرض كده وزكي ونجح في شغله مشانا قلتلك بنتي بتعرف تنقي وهتجيب لنا حاجة فخر من الاخر وبعده ما بيخلص بيخرج ريجي برا وبيشوف سيمين وقف قدام المكتب فبيقول له انت مين يا شاطر فبيقول له سيمين انا حبيب تريسا وجاي قبل بيرسي فبيقول له حبيب تريسا ده لو جمال سمعك هيعمل منك بسطرمة ده طول بعرض بيقول لك وفي الوقت ده بييجي تلفل سيمين من صديق لي اسمه جيري وبيكون سيمين طلب منه قبل كده انهم يشتغلوا مع بعض وجيري بيقول له ان الموضوع ده هيكلفه خمسين الف دولار علشان يشتغلوا ساوا فبيقول له سيمين بس انا مش معايا المبلغ ده دلوقتي بس لما بيبص على بيرسي بيقول له الطابق فلا انت دلوقتي وانا هتصرف وبيفضل يتقرب من بيرسي ويقول له عامل ايه وحشتني والله يا انكل وقل تا جا تطمن عليك فبيقول له بيرسي انه مش دلوقتي فبيركم معاه وبيفضل يسأله هو انت بقى هنا لما حد بيحب ياخد قرد بتعمله ايه فبيقول له بيرسي وانت عايز قرد ليه فبيرد عليه سيمين وبيقول له مين قال اني عايز قرد انا بسأل بس ويساعتها بيقول له بيرسي قل لي صحيح هي العربية بتاعت السباء فيها كمس طوانة ستة ولا تمانية فبيرد عليه وبيقول له وانا هعرف منين ما هو على حسب العربية بتشيل كمس طوانة وطبعا بيعرف بيرسي ان سيمين بيشتغله او بيقول له طب بص انا عندي ليك اتفاق احنا نعمل سباء ولو انت اكسبت هديلك القرد اللي انت عايزه فبيقول له سيمين اشتر وانا موافق وساعتها بيضحك بيرسي وبيقول له مش انا بقولك انك عايز قرد وبتقول لي لأ يا حبيبي دو انتوا رايحين كنا احنا راجعين وبيروحوا هم الاتنين على المكان بتاع السباء وكل واحد بيركب عربية او سيمين في الاول بيكون مش عارف يعمل ايه ولا عارف يتحرك لكن مع الوقت بيبدأ يعرف وبيقدر انه يسابق بيرسي بس برضو بيرسي بيكون عنده خبرة وبيفضلوا هم الاتنين يخبطوا في بعض لحد ما بيدخلوا في الحيطة وبيخرجوا من الناحية التانية وبيلاقوا نفسهم في الشارع وسط العربيات العادية بعدها بيرجعوا عالبيت وبيلاقوا جد تريسا معزوم عندهم على الغدى وجاي علشان يتعرف على سيمين عريس تريسا وهناك بيفضل سيمين يقولهم انه مبسوط انه قاعد معاهم جدا بالرغم ان جدته ما كانتش مبسوطة لما عرفت انه هيرطبت ببنت سامرة فبيقوله جد تريسا ما تقولينا جدتك دي سكنفين علشان روح اجيبها من شعرها لانها مهزقة فبيقوله سيمين يا جده دي ستة كبيرة في السن مش هنعلق عليها يعني اموله وسمعت النقطة اللي بتتقالع على السامرة هتعمل ايه فبيقوله الجد طم تقولينا نقطة كده يا حلو فبيبص سيمين على تريسا وبيقولها انا لازم اقول النقطة علشان انا عندي شجاعة وهواجه لكن لو ما قلتهاش مش هبقى شجاع هو فعلا بيقول النقطة وبيتعصبوا كلهم عليه لان بيكون فيها شوية عنصرية كده فبيقولهم انه عنده نقطة احلى هو بيقولها لهم وزي بتخليهم كلهم يضحكوا فبيقول واحدة تاني غيرها فبيضحكوا تاني فبيفتكر نفسه بقى حمده سلطان وبيقول واحدة كمان بس المرة دي بيقفشوا عليه وبيكونوا متضايقين فبيتقولهم مارلين خلاص يا جماعة تعالوا نسيب فقرة النقطة دي ونكمل الأكل فبيقول لها بيرسي لأ خلاص انا نفسي تسدت وبيسيبهم وبيمشي وبعد شوية بتروح تريسا تتكلم مع باباها وبتقولوا انها متضايقة من اللي هو بيعملوا ده وانه بيعمل سيمين بطريقة وحشة وبتعرفوا ان يا سيمين طيب والله بس هو مش عارف طبعهم كويس ويساعتها بيقول لها باباها انه مش مرتاح للودة وبيسيبها وبيمشي وبعد شوية بيطلع بيرسي على القوضة وبلاقي مارلين بترقص تانجو وبتقولوا انهم عايزين يتدربوا علشان يرقصوا تانجو مع بعض في الحفلة بتاعتهم فبيقول لها بيرسي انتي كبرت قوي موضوع الحفلة ده وبعدين انا حاولت قبل كده بس معرفتش وبيسيبها وبيمشي وبيروح ينام جمي سيمين وبعد شوية بيكون سيمين نايم وبيلاقي تريسا جاية نازي عليه وبتفتح له الشتباج بتاع القابو وبيجروا هما الاتنين وبيفضلوا يهزروا مع بعض وهي بتقولوا يستحمل شوية علشان خاطرها وبتقولوا انا عارفة ان بابا بيعملك وحش بس انت هتستحمل علشان خاطري وبيفضلوا كده شوية لحد ما بيرجعوا على البيت وبيدخل سيمين ينفى القابو جنب عم بيرسي زي الشطار وتاني يوم بييجي منظم الحفلة علشان يتكلم مع بيرسي وياخد مقاسات البدلة بتاعته اللي هيلبسها واسعيتها بييجي تريفه لبيرسي من ريجي وريجي بيقوله انه عارف كل المعلومات اللي كان عايز يعرفها عن سيمين وبيعرفه ان سيمين مرفوض من شغله بقاله شوية بسبب انه كان عايز يترقى والمجيد رفض وبيعرفه انه كمان كلم واحد صاحبه علشان يخليه يشتغل معاه وصاحبه طلب منه فلوس علشان كده هو عايز ياخد القرد ده طبعا بيرسي ما بيصدق وبيعمل سيمين فضيحة بجلاجل وشخليل وبيفضل ينازع عليه ويقوله بقى يا نصب يا حرامي بتضحك على بنتي وتقولها انك شغل دلوقتي ومدرك بيكلمك كل يوم وانت اصلا مرفوض طبعا سيمين بيكون شكله وحش ومنايل بنيلة ومش عارف يرده يقول ايه ولما تريسا بتعرف بتفضل تتخنق معاه وبتقول عليه كداب وهي مش وصقة فيه فبيقول باباها انا قلت من الاول الواد اللابيض الكلحان ده مش هينفع معانا فبتقول له تريسا يا بابا ايه اللي جاب دل دا دلوقتي انا بحبه بس ازعلانة منه لانه كداب ملهاش علاقة يعني وفجأة بتتدخل مارلين وبتقول لبيرسي بوست الجوازة بتاعت البت يا بيرسي خربت على البيت طب وربنا ما انا اعدلك فيها اقولك على حاجة ولا بنتي كمان هتعود لك فيها يلا يا بيت يا تريسا من هنا وبيركبوا العربية هم الاثنين مع بعض وبيفضل بيرسي وسيمين يجروا وراهم ويحاولوا انهم يلحقوهم لكن مفيش فايدة وسعيتها بيتصل سيمين على تريسا لكنها مش بترد عليه وبعد شوية بيدخل سيمين على القوضة وبيفضل يبعت لها رسائل ويقول لها يا حبيبتي ردي علي وكلام من دا وبيرسي هو كمان بيتصل على اخت مارلين وبيسألها لو كانت مارلين عندها ولا لا وهي زي كل الخلات اللي في الدنيا بتقوله ولا اعرف عنهم اي حاجة ولا شفتوهم انت زعلت اختي ولا ايه او بعد ما بتقفل معاه بتروح تقعد مع مارلين اللي قاعدة برا في الجنين عادي جدا وبيقوا عاملين حفلة هم وكل صحابهم كمان وبيشربوا وعايشين ولا على بالهم وفي نفس الوقت دا بيكون بيرسي وسيمين مفيش قدامهم غير بعض وبيعودوا يتفرجوا على التلفزيون وزي اي ولدين ماميتهم بتسيبهم مع بعض بيقول بيرسي وسيمين ما تسيجي نلعب مصرعة علشان تتعلم الخشونة شوية فبيقوله سيمين طيب ما تسيجي يعلمك ترق استانجو وهتفهم النعومة شوية فعلا دا بيلعب معايا مصرعة والتاني بيعلمه يرق استانجو زي ما مارلين كانت عايزة وبيبدأ بيرسي يحس ان الواد سيمين دا وقت غلبان وبيحب بنته بجد وشريها ومن الناحية التانية مارلين بتكون بتعمل بض قملات هيا واختها وعايشين حياتهم عادي جدا لحد ما بتتفاجئ بسيمين وبيرسي داخلين عليهم وهنا بقى بيبان فرق الخبرة والفرق ببني اتجاوزه الخطوبة وبنشوف بيرسي داخل يكلم مارلين وبيقول لها مبدئيا انا اسف انا اللي غلطان وانا اللي ما اقدرش يعيش من غيرك ودول كلمات سحرية بيخلصوا اي حاجة طبعا وبيفضل يقول لها انه مش يزعلها تاني وبيفكرها بالحلو اللي بينهم وبيقول لها بحبك قدام كل الناس وطبعا بتسمحه وبتقول له خلاص يا ابو العيال انا مش زال انا منك فبيدخل سيمين هو كمان يتكلم مع تريسا وبيقول لها انا اسف فبتقول له لأ انت كذاب وانا مش اقدر عيش مع واحد كذاب فبيقول لها بس انا بحبك فبتقول له مانا كمان بحبك ماذا بعد يعني انت كذاب فبيقول لها طب يستي شكرا وبيسيبها وبيمشي وبعد شوية بنشوف تجهزات الحفلة بتاع بيرسي ومارلين وزي ما كل الافلام استعيبة بتخلص بيروح بيرسي هو اللي يقول لبنته تريسا انت ليه مش عايزة تدي فرصة للواد سيمين ده ده بيحبك بجد وبيفضل يقول لها اللي يلاقي حد بيحبه في الزمن ده لازم يمسك فيه بيده واسنانه يا بنتي احنا في زمن الحب فيه مزيف فبتقول له تريسا مش عارفة بقى يا بابا عمل ايد الوقتي طب ما هو ميشي فبيقول لها انا هتصرف يا حبيبة بابا وبيجري باقصى سرعة بالعربية وبيروح على محطة القطر وبيتفجئ ان سيمين لسه هناك وبيفضل يتكلم معاه انه ما كانش بيطيقه في الاول لكن دلوقتي عارف انه بيحب بنته بجد وحريص انه يكون معاها وبيطلب منه ييجي معاها الحفلة وهو هيحل كل حاجة بينهم وبعد شوية بنشوف بيرسي في الحفلة وهو بيقول لمارلين انت عارفة اني ببعرفش اكتب حاجة ولا ليا في الكلام الحلو بس انا عملتلك اغنية مخصوص وبيبدأ يغنيها وكل الناس بتتفاعل مع الاغنية دي وبيكونوا مبسوطين جدا وفجأة بيظهر سيمين وبيغني نفس الاغنية بتاعت بيرسي والناس بتنبهي انه رجع تاني على شان تريسا وبيروح سيمين يقول لها انه بيحبها وبيقول لها دو يو لاف مي فبتقوله دو يو دو يو واخيرا بيعترف بيرسي قدام الناس كلها ان الودي اللي بيضاني الحلوة ده يبقى جوز بنته المستقبلي هو بيرحب بيه في عائلة بيرسي جونز او الحكمة بقى اللي احنا طلعنا بها من ام المعوال البنبي المساخ سخ ده قومي يا بت واختري اللي يعملك حفلة عيد جواز ويقلف لك اغاني ويكتب لك شعر ويفجأت كده كل سنة علشان ما تزهقيش ايه ده؟ هو ما بيفتكرش عيد ميلاده هو اصلا والانيسة هايدي اللي بتفكره طيب شكرا ايه فعنده